يوم لمناهضة التعذيب كجريمة محظورة لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي ووفقاً لكل الأعراف والقوانين يحل السادسة والعشرين من يونيو اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذه المرة في ظل أوضاع صعبة يعيشها المخفيون والمختطفون خلف القضبان في اليمن يوم للتضامن العالمي مع ضحايا التعذيب الذين تتسرب أصداء صيحاتهم من خلف القضبان لدى أكثر من طرف بعيداً عن اهتمامات وأنظار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية يواجه المعتقلون والمختطفون في اليمن شتى صنوف التعذيب مجردين من أي حقوق الحرمان من الدواء والغذاء والزيارات والتعذيب الجسدي والنفسي والاحتداء الجنسي هذه بعض وسائل وأنواع التعذيب التي تمارس داخل السجون من قبل ميليشيا الحوث في صنعاء والميليشيات التابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية اختلفت الميليشيات في كل شيء لكنها اتفقت على إذاء اليمنيين واستخدام ذات الأدوات والأساليب في تعذيب المختطفين والتنكيل بهم مشوار التعذيب واحد في سجون مختلف الميليشيات يبدأ بالإرهاب النفسي وينتهي بالإعاقة المستديمة أو الوفاة تحت التعذيب أكثر من 128 مختطفا قضوا تحت التعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية الموالية للإمارات في عدن بحسب رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في وقفة احتجاجية نفذتها أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب طالبت الرابطة مجلس الأمن بفرض عقوبات بحق المتورطين والمتسببين بجرائم تعذيب المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا تكافح رابطة أمهات المختطفين وحيدة حاملة همم ومعاناة المئات من اليمنيين الذين مضى على بعضهم أكثر من أربعة أعوام خلف القضبان لا يكاد ينصفهم أحد ترجمة نانسي قنقر